تعالوا بقى نروح للموضوع اللي كنت بحكيلكوا عليه في أول حلقة واللي عجبني خالص التعاون ما بين وزارة الثقافة وما بين وزارة التربية والتعليم تنظيم 1040 نشاط لطلبة المدارس في حوالي طبعا ده مختلف المحافظات في حوالي 890 مدرسة الصورة اللي أنا بحبها يستفيد منها 47 ألف طالب يوم الأنشطة فاكرين يوم الأنشطة اللي تكلم عليه وزير التربية والتعليم الدكتورة ده حجزي وقال ده لازم هيتعامل وهنبدأ من العام الدراسي ده يا جماعة قادي يوم الأنشطة شوفوا الصور حلوة عارف انت كده الصور اللي تتكلم عن نفسها بص مسألة حلوة جدا لا مش ده الحكم الذاتي بقى يزيمة يزيمة بفكرني في زمان كان في حاجة يسمعها الحكم الذاتي جوه المدارس اللي هو يخلي انه المدرسة لمدة يوم تحت إدارة التلامزة والطلبة تحديدا كانوا بيبقوا بتوع اتحاد الطلبة وبتوع الشرطة المدرسية صح؟ أنا فاكر كويس كنت أنا وقتها رئيسة اتحاد الطلبة وانا في المدرسة فكان يبقى سعيدها إدارة المدرسة مش إدارة العملية التعليمية برضو عشان ها لحسن بعدين دماغك تزأزق وتفتكر إن إحنا كنا على أيامنا بخشحنا الفصول وندرس ده كده بقى يعني سعيد صلح في العيال كبرت أنا دخلت لنفسي وشرحت وكتبت على الصبورة بعدين طردت نفسي وروحت لا هي تبقى إدارة المدرسة مش الإدارة بتاعة العملية التعليمية طيب بص بقى هنا الصور دي عجباني جدا قوي خلص التعاون اللي حصل ما بين الوزارتين ثقافة وتربية وتعليم تعاون رائع رائع ومبهج وشاب بقى العروض الثقافية والله كل ده بقى من ناحية وزارة الثقافة مسؤول عنه مين بقى جوها آه هيئة أسور الثقافة الهيئة العامة لأسور الثقافة